وصلت المنتخبات العربية سقطها الحر في أولى ثلاث مباراة في مونديال روسيا حيث خسرت المنتخبات العربية الثلاثة والتي شاركت حتى الآن وتعد نسخة الحالية من كأس العالم هي الأولى التي يشارك فيها أربع منتخبات عربية على مدار تاريخ حيث تتواجد السعودية مصر المغرب وتونس المنتخب السعودي والذي دشن المنافسة العربية تلقى خسارة ثقيلة أمام منتخب روسيا الخميسة في المباراة الافتتاحية للبطول بخمسية مقابلة لشيئة لتكون ثاني أكبر هزائم الأخضر في تاريخ البطول بعد الخسارة بثمانية أهداف مقابلة لشيئة مع منتخب ألمانيا عام الفيني واثنين المنتخب المصري والآخر انهزم كثاني المنتخبات العربية في البطولة أمام منتخب أوروغوية في المباراة التي جمعتهم الجمعة في منافسة الجولة الأولى في المجموعة الأولى بهدف مقابل إلى شيء سجلوا خيمينازة في الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر اللقاء حال المنتخب العربية لثى المنتخب المغربي لم يختلف عن سابقه حيث سقط بنيراني صديقة بعد تسجيل عزيز بهدوز هدفا في مرماها في الدقيقة الرابع والتسعين من المباراة ليحصد منتخب إيران الثلاث نقاط في الدقائق الأخيرة إذن يتبقى للمنتخبات العربية في الجولة الأولى مباراة واحدة سيلعبها منتخب تونس ضد نادره الإنجليزية الاثنين فهل سيسيرون على نهج سابقهم أم سيختلفون؟